اهلا بكم مشاهدين وآخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد ومن أيام أصدر الرئيس عدلي منصور قرار بقانون رقم 22 سنة 2014 بالانتخابات الرئاسية وتضمن 60 مادة مقسمة إلى 7 فصول وكان فيه مؤتمر صحفي مهم جدا لللجنة العالية للانتخابات وتحديدا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية وثار جدل كبير حول الوجهتين النظر وتحديدا حول تحصين قرارات اللجنة العالية للانتخابات وجهتين نظر بنسمعهم وأكيد مش إحنا كلنا فقهاء دستوريين عشان نقدر نفصل ما بينهم لكن خلونا ناخد رأي حد من المهتمين بالقانون ومن وانضالة في القانون وقرأوا مهمة جدا مشرفنا أستستر نجيدة المحامي بالنقد صباحا خير أستستر صباحا خير أستستر فادي جدل كبير جدا حول تحصين قرارات اللجنة العالية للانتخابات ورأيين رأي فيهم بيقول أنه كنا هنقعد 195 يوم لو باب الطعون مفتوح وقيل في المؤتمر أنه الرأيين دستوريين لتنين بيستندوا إلى أسانيد دستورية وبالتالي تم اختيار أحدهم وبعد كده الحكم أو الفصل أو فيه طعن على القانون نفسه أمام المحكمة الدستورية العليا حضرتك بتشوف إزاي القانون وبتشوف إزاي الجدل ما بين الرأيين لأنه كل أنصار كل رأي بيقولوا كلام وبردو يعني معاملة الشعب اللي زاي حالاتي بنعود مش فهم الحقيقة يعني صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين الحقيقة أن احنا عملنا دستور في 2014 وهذا الدستور يعني تضمن في مواده أمور قاطعة تتعلق بعدم جواز تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء هذا النص قاطع تماما أنه لا يجوز أن احنا ننشئ أي تحصين لأي جهة دي نمرة واحد نمرة تتين أن نفس النص حدد مين هي السلطة القضائية وقال أن أنا عندي سلطة قضائية عبارة عن قضاء عادي مجلس دولة محكمة دستورية عليا نيابة إدارية هيئة قضاية دولة غير كده ما يبقوش محاكم يبقى أنا ما ينفعش للجنة الانتخابات الرئاسية التي لم يرد اسمها ضمن السلطة القضائية أن هي تحكم كسلطة قضاءة ممنوع أن أنا أسيب قراراتها أن هي تبقى الخصم والحاكم لأنها ليست جهة قضاءة الكلام اللي داير أنه فيه جهتين نظر موجودين في الدستور أنا بقول والله عادة ده مقمر الرسمي يا فن دمليكين طبعا يعني هذه مغارب وقيل الرأي التاني له أسانيد الدستورية التحصين له أسانيد الدستورية في الواقع أن أنا سمعت من المستشار القانوني لرئيس السيد الرئيس الجمهورية أنه بيستند إلى المادة 228 من الدستور اللي بتقول أن اللجنة الحالية لها الإشراف الكامل وأنا بقول له المواد الانتقالية في المواد الانتقالية وأنا بقول يا جماعة كلمة الإشراف الكامل على الانتخابات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتضمن حق أنها تاخد سلطة قضائية وفي نقطة تانية أنه يتولى الرئيس أي يصبح رئيسا من ساعة أعلن النتيجة ده موضوع تاني متعلق بالمادة 328 اللي حددت خرطة الطريق تمشي إزاي المادة دي مهمة جدا عشان برضو فيها لغة المادة دي قالت الانتخابات الأولى اللي احنا اخترناها تبقى الرئاسية تبدأ إجراءاتها من 30 يوم ل3 شهور تبدأ الإجراءات وما قالتش أخلص إمتى الانتخابات الأولى يبقى أنا ما عنديش سقف زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية طيب الانتخابات التانية اللي هي تبقى البرلمانية يجب أن تنتهي خلال 6 شهور من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الأولى يبقى أنا النهاردة لما ييجي يحصل مغالطة من نوع لا ده احنا هيبقى عندنا خطأ دستوري لو ما عملناش الانتخابات خلال 6 شهور أقول له لا يصح لمن يقول هذا الكلام ويبقى راجل قانون وقامة أنه يقرأ المادة بهذا الابتصار وهذا الاختزال المادة واضحة أن الانتخابات التانية تاخد 6 شهور من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الأولى والانتخابات الأولى ليس لها سقف طيب بسؤال وزير العادل عن تحسين قرارات اللجنة الولايات للانتخابات الرئاسية قال طبيعة المرحلة الانتقالية هي التي تتطلب الاستحقفات بأسرع وقت ممكن خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرار طيلة العملية الانتخابية وإذا تم التان عليها جميعا فسيكون أمامنا 195 يوم بدل من 60 يوم فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية كما تعرض مع حكم المادة 230 من الدستوري نصت على ضرورة إجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 شهر من العمل بالدستور وبالتالي فإن التان يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن التان يحول بين الرئيس المنتخب ومارسة أعماله تعليق حضرت أنا تعليق أن هذا الكلام فيه مغلطة مع طبعا الاحترام الكامل لشخص قائله المغلطة أن الست شهور التانية هي تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسية وبالتالي أنا عندي سقف مفتوح في انتخابات الرئاسية هذا الكلام وهذا اللغة أنا الحقيقة مستغربه في دولة تريد أن تبني حياة ديمقراطية إحنا لسه بنقول يا هادي وده خلنا نتكلم على تحصين قرارات بيذكرني بالعمل محمد نورسي في الإعلان الدستوري اللي قومنا وما قعدناش لما قال نفس الألفاظ استخدم نفس الألفاظ اللي استخدمتها للأسف الشديد قانون الانتخابات الرئاسية هذه القرارات خلينا نتحفظ هذا مع الفارق يعني لا ما فيش فارق فيه ما فيش فارق فيه الألفاظ اللي استخدمت نفس الألفاظ اللي استخدمت أيام مبارك في تعديلات دستورية في 2005 هي نفسها الألفاظ اللي استخدمها المجلس العسكري في قانون الانتخابات الرئاسية اللي جابت مرسي نفس الألفاظ اللي استخدمها مرسي في الإعلان الدكتاتوري اللي احنا قلنا عليه نفس الألفاظ اللي احنا بنتعرض لها خلينا ناخدها من زاوية تانية هو كان المفروض إيه اللي يتم عشان ما نعودش 195 يوم اللي هما 6 شهور ونص اللي كان يتم أنه قبل ما يخرج الدستور من لجنة الخمسين يتم تدارك مثل هذه الأمور جمعها طيب ده حصل اللي حصل هو ألتازم بالدستور لا توجد في عقل أي أحد من القانونيين أو من الناس اللي بتحترم الضمير القانوني والإنساني يقول أن أنا عندي دستور وعلي أن أنا أنتهكه وأخالفه بسبب أن هناك اعتبار يا حالك شايف أنه ده انتهاك للدستور انتهاك صريح للدستور وأمر يوم بأمر خطير إحنا قادمين عليه للأسف الشديد أنه الأمر يعني شوف حضرتك يا أساس فادي دايماً دايماً الخطأ والانحراف بيبحث عن وسيلة ينفذ منها بيبحث عن الصغرى لما يكون النهاردة الانحراف عن الدستور بيجد أي صغرى ومغلطة علشان يطبق ما يريده فأقول أنا عندي منطقة خاطئة يعني خطر شديد وطبعاً حق الرد محفوظ لوزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية ونتمنى أنه حد يرد على الكلام طيب كان فيه اعتراضات بخصوص المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية هل اعتراضات كانت بسبب المبلغ المحدد ولا كانت بسبب إيه لا هو المبلغ 20 مليون مبلغ يعني إلى حد كبير يعني كافي لأننا نعمل دعاية انتخابية من غير ما يكون فيها استخدام للمال السياسي اللي يؤدي إلى التزوير لكن الخطر والمغلطة الموجودة أن العقوبة على مخالفة العشرين مليون أنا لسه كنت أسأل على العقوبة حاجة تدحك حدها الأدنى عشر تلاف جنيه وحدها الأقصى نص مليون جنيه يعني لو أنا خلفت أنا كمرشح جمعت ورامة ما فيه مش أكتر من كثير جمعت مئة مليون جنيه بالمخالفة النص حدفع نص مليون جنيه كعرفة أي مكان الرقم كي أه والحاجة الأخطر طب نفترض أن أنا بقى المرشح اللي خلفت النص ده وبقيت رئيس جمهورية أنا اللي كسبت كسبت بهذا المال الذي يتجاوز العشرين مليون يبقى أنا خلفت وارتكبت جريمة وبقيت رئيس جمهورية النص لم ينص على طريقة علاج هذا الأمر هيعقبني إزاي وأنا رئيس جمهورية هيخليني يعني فيه حاجة معروفة في كده في القانون أنه لا يجوز للارتكب مخالفة قانونية في النص في الجنائي اسمه متهم أنه يستفيد من جريبته يعني لو أنا النهاردة ارتكبت جريمة ما ينفعش أن أنا استفيد منها وضيف لنفسي كمان منصب رئيس جمهورية إذن هذا نص نربق بكل المرشحين إن شاء الله اللي هو الحسن والأحسن والناس اللي نتمنى أنه يكونوا موجودين في السباق الرئاسي نربق بينهم أنهما يخلفوا القانون لكن إحنا نتكلم عنه السباق الرئاسي اللي جاب مرسي الحكمه برضو كانت الدعاية فيه خرافية يعني خرافية يعني يقال 600 مليون جنيه سمعنا أرقامه ملايين 600 مليون جنيه يعني اللي سمعناه إنه الشاطر يعني كان بيعاير مرسي ويقوله إحنا سبفنا عليك 600 مليون جنيه فهذا رقم مبالغ فيه ورقم رهيب الحقيقة إنه مصر حرارك شايف إيه سبب الوضع ده أو سبب المادة دي عاد يعني إحنا إحنا دايما بنقول أن القانون لما بيصدر بيكون فيه عوار كثير من العوار اللي موجود هنا عدم تناسب العقوبات مع الجرم المقترح يعني تتصور حضرتك إنك بتعاقب المواطن في النصوص بقى دي العقوبات في قانون الانتخابات الرئاسية المواطن اللي يقبل الرشوة الانتخابية هياخد 500 جنيه عشان صوته خلاص بتعاقبه بالسجن سنتين طيب هو واخد 500 جنيه من مين ما واخد 500 جنيه من اللي تجاوز في الدعاية الانتخابية اللي تجاوز في المبلغ والسؤال بس هي هيتم إثبتها عليه إزاي لا يعني طبعا ده موضوع مهم هيتم إثبتها إزاي يعني دي مشكلة كبيرة هيبقى في ضبطة هيبقى في تحريات لكن كمان في حاجة مهمة انت جاي برضو تقول للمواطن اللي مش هيروح الانتخابات المواطن بخد 50 جنيه هيتحبس واللي اداله مش هيتحبس لا اللي اداله هيتحبس برضو لكن اللي تجاوز سقف الدعاية الانتخابية وجمع أكتر من 20 مليون عنده مشكلة انه هو هيدفع نصف مليون جنيه خلاص طيب عشان انتفاضل أهل من ديئتين ما فيش أحدك مش شاهد إجابات في القانون نحن مش هنسودها برضو ما فيش إجابات في القانون تخبطها بياسة الحقيقة أنها إجابية وحيدة أن احنا عرفنا أنه النظام يريد أن ينتهك الدستور لتحقيق أجندة نحن مش عارفة وحق الرد مكفول للجميع طيب خليني أختم بحاجة وحدة الحاجات اللي حضرتك شايفها هل في يد الرئيس الانتقالي عدلي منصور حل هذه المشاكل ولا في إدمين أنا أرى أنه كان بيد الرئيس أنه يأخذ برأي السلطة المختصة وهي مجلس الدولة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الأمور اللي حصل فيها لغط وفيها يعني تخوفات كبيرة الآن يملك أنه هو يعدل الدستور يعدل القانون لكن أعتقد أنه من الواضح أن الإرادة السياسية تمضي طب هل يجوز أنه لاحة تنفيذية اللي في نية لإصدارها النهاردة لاحة تنفيذية للقانون هل يجوز تدرك دا فيها لا 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 خلاص خلاص نحن 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 قولنا قولنا خلاف الدستور وإحنا يعني ما عندناش حاجة تانية غير أن نحن نبكي على اللبن المسكوب أستسطر نجي دا المحامي بالنقد نورتنا فندم ونتمنى نتقابل في ظروف تكون أفضل إن شاء الله إن شاء الله مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا ونهاية يومنا وشعرف أقول لي في نهاية اليوم لكن عايز أقول لكم يوم سعيد عليكم ونتمنى أنه أزمتنا في البلد كلنا نعمل على حلها ونتمنى نتدرك الأخطاء لأنه مش ممكن بعد ثورة يبقى لسه عندنا مشاكل من النوعات اللي هنكونا بنتكلم فيها عايزين بلدنا تبقى أحسن يريد كل واحد يعمل شغله في هذه البلد عشان نتقدم ونبقى أفضل من اللي إحنا فيه ده اللي بقى لنا فيه كتير محتاجين نطلع منه بكرا نشوفكم مع فريق عمل جنيد صباح الفل